شفت إزاي هذه التوجيهات بالأمس للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بإجراء تقييم شامل للاتحادات الرياضية في مصر أنا عايز أقولك أن دي واحدة من أهم القرارات التي اتخذها في خامة الرئيس ومش مجرد توجيه ده خريطة طريق جديدة للرياضة المصرية الحقيقة دي تاني مرة السيد الرئيس يوجه بإجراء تقييم شامل لكل الاتحادات اللي شاركت في أولمبياء باريس التقييم هتلاحظ أن السيد الرئيس اختار لفظ تقييم ولكن ما اختارش لفظ تقرير يعني حتى في التوجيه الأولين اللي حدث بعد الدور الأولمبياء باريس اختار لفظ تقييم التقييم دايما بيبقى شامل لكل الأحوال وكل الإجراءات وكل المنافسات وكل الإجراءات المالية والفنية في كل الأحوال أنت بقيم الاتحاد مش ماليا أو إداريا فقط بقيمه في كل حالاته وبتقول مستواها يبقى شكله إيه؟ المستواها المستقبلي ومستواها في الدورة الأولمبية لكن النهاردة سيد الرئيس كمان مش طالب تقييم بس ده حط خريطة واضحة لكيف تسير الرياضة المصرية خلال السنوات القادمة وحط معايير وحط طريقة للاختيارات للأبطال اللي يروحوا باريس حط شكل للبعثة الأولمبية بعد كده حتى هو حدد في آخر هذا القرار شكلنا في لوس أنجلوس هيبقى إزاي؟ مين اللي يروح لوس أنجلوس؟ مين اللي ينافس؟ كمان إدى لو أتلاحظ في جزء من البيانة تكلم على أن لابد أن أنت ما تيجي تختار البطل اللي هينافس تفرق ما بين النتائج المحلية والنتائج الدولية والنتائج الأفريقية يعني معايير أساسي في الاختيار بالضبط أن أنت بتشوف إزاي هو في الرينك العالمي قد إيه؟ ده اللي يروح لأن الرينك العالمي دائما أنت بتحتكب أبطال العالم بيبقى مستواك قريب منهم لكن اللي بيحصل دلوقتي الدعوات اللي بيحصل أن أنت بتأهل أفريقيا ده ما بيدي لك شي الزخم اللي أنت عايز وكمان رفض تماما فكرة أن أنت دايما تبقى أكبر بعثة أكبر عدد ما إحناش عارفين مين بيعمل إيه الإداريين دول راحين يعملوا إيه فحدد كمان شكل البعثة بتاعتك أن أنت ما ينفعش تقول أنا رايح بإداريين كتير لكن لعيبة قليلة أو رايح بلعيبة كتير وما بيجيبش نتيجة كمان وده الأهم في نقطتين أنه هو قال لك أنت تبص على الألعاب اللي أنت مش هتقدر تجيب فيها مدليات مش هتقدر تنافس فيها دي خلاص ركنها وركز بقى على الألعاب اللي أنت هتقدر تجيب فيها مدليات لأنه سيد الرئيس مهتم قوي أن العالم المصري يترفع كتير السلام الوطن يتعزف كتير عدد المدليات يبقى كتير أول حاجة عملها سيد الرئيس لو هترجع لورا قبل الأولمبيات عندما استقبل الأبطال في القصر الرئاسي وكرم كل اللي حصل على مدليات ده هم خريطة الطريق للمنافسات في باريس اللي هو الحفاظ على الصورة الزهنية للرياضة المصرية الروح الرياضية العالية جدا اللي أنت تتعامل بها القتال في الملعب في إطار التنافس يعني يبقى اليقطق البدنية عالية اليقطق الزهنية مش مهم النتيجة أنا واحدة يا سيد الرئيس يومها ألوم المدليات وعددها والمنافسات فيه فارق بيننا وبين الدول الأوروبية فما تهتموش بده بس اهتموا بالثلاث عناصر دول ومع ذلك البعثة خلافت عشان كده هو أكد النهاردة في البيان مبارح معاقبة أو محاسبة كل الاتحادات اللي عناصرها قساءت إلى صمت الرياضة المصرية لأنه في الأخير فعلا سيئة صورة مصر والفكرة مش في المشاركة على قد ما الفكرة هو أورا الصورة دانية بالفعل الرياضة المصرية والأداء المجرف لأن ده اللي بيفرق بكل تأكيد ترجمة نانسي قنقر